السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير يا شباب طبعا يا إخوان على السريع طبعا مؤخرا بعض ملاكي كدنزة بعض الملاك وليس كلهم يعني بديش تكون من مشكلة في تهريب من طرف المكين يا شباب طبعا سبق وأن ذكرت يا إخوان قلت على حسب استخدامك للسيارة على حسب اهتمامك للسيارة وعلى حسب أنت ما بتعطي السيارة السيارة راح تعطيك طبعا يا إخوان أنا شفت مقاطعي في اليوتيوب كثير منزل شروحات عن السيارة والقطع اللي غيرتها وكذا طبعا من ضبن الأشياء هذه يا إخوان أنا قلت في حاجة اسمها بكرة الكرنك بكرة الكرنك يا شباب هذه تعتبر أكبر بكرة في طرف المكينة إذا فتحتك كبوت بتلقاها من اليمين أكبر بكرة هذه رقم القطع حق بكرة الكرنك وهذه صورة بكرة الكرنك يا إخوان وأترككم الرابط أسفل التعليقات في المقطع اللي شرحت فيه بكرة الكرنك وش فايدتها قلت فايدتها هي تمتص اهتزازات أو الذبذبات أثناء دوران المحرك وهي البكرة الأساسية اللي تحرك باقي البكرات وتشغل الدينمو وواء إلى آخره فإذا حصل خلل في بكرة الكرنك أو أتلفة الجلبة اللي داخل بكرة الكرنك أو الجلبة اللي وراء بكرة الكرنك اللي يسموه صوفة كرنك أو صوفة صدر أو صوفة صدر أمامي هذه هي صورتها وهذه السعر يا شباب في حدود 30 ريال طبعا هذه من خلال تسبب تهريب خلف البكرة عندهم البكرة فقط بدون ما يغير الجلبة هذه زي ما صار معايا وفي ناس خربت عندهم مشكلة هذه اللي هي صوفة أو بكرة الكرنك وتركب وراء الصوف هذه صورتها يا شباب ورقمها زي ما أوردكم إياها سعر حدود 30 ريال وبكرة سعر حدود 170 إلى 160 ريال يا شباب أصلي وتسبب تهريب كامل طبعا إخوان الحل الأول عشان تكتشف التهريب هذا أي تهريب في السعر بشكل عام استخدم بخاخ لكم ولي لتنظيف المكينة زي ما انتم شايفين تنظف ترش المكينة أول في وبعدين تخليه يلين يتشرب إما تنظفها بهواء أو إما تنظفها بقطعة قماش بس أنا أفضل أنك تنظفها بالهواء حق البنشر أحسن تكون عند ميكانيك يكون أفضل تنظف زي ما انت شايف بعدين يفك البكرة حققة الكرنك وبعدين يطلع الجلبة القديمة اللي هذه هي وبعدين يركب الجلبة الجديدة وبعدين يركب البكرة مرة ثانية بعد ما تغيرها وبكذا إن شاء الله رح تشغل السيارة تطلع السيارة معك صوتها ناعم سامعين هذ هي صوت المكينة ما شاء الله تبارك على بعد التنظيف وبعد ما استخدمنا بخاخ لكومولي وسعره تقريبا حدود ثلاثين إلى خمسين ريال متواجد أنا طلبت من سوق دوتكم يا أخوان ومن أفضل منتجات بصراحة لكومولي ولا عدة منتجات أخرى رح نزلها خلال الفترة الجاية إن شاء الله يا شباب وبكذا إن شاء الله يكون حلية مشكلة التهريب السيارة وهذه أغلب مشكلة في الكيه كدين زي يواجهونا هي بقرة الشدات وبقرة الكرنك وصوفة الكرنك أو صوفة صدر أو صوفة صدر أمامية سعر حدود ثلاثين ريال يا شباب وهذا هو التهريب يا شباب بالنسبة الكيه كدين زي أغلب المشاكل اللي لحظناها وبكذا إن شاء الله تكون اكتشفت المشكلة وبأقل تكلفة وبأقل صيانة ولا تنسوني من صالح دعايكم أتمنى أن أكون أفتتكم بمعلومات القيمة هذه يا شباب ولا تنسوني من صالح دعايكم